في خطة لإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب وبعد حوالي عقد من الزمان تم الأعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي خطوة شهدت ترحيبا وطنيا ودوليا كبيرين وستساهم وفق الخبراء في تجاوز التداعية الاقتصادية التي شهدها البلد منذ سنوات التقرير التالي والتفاصيل بعد وعود ببذل جهود لمعالجة الانقسام الذي استمر لنحو عقد من الزمان وأدى لانعكسات سلبية على الوضع المالي والسياسة النقدية للبلد جاء أعلان مصرف ليبيا المركزي بأنه عاد مؤسسة سيادية موحدة وتأكيده لاستمرار في بذل الجهود اللازمة لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام هذا الأعلان جاء عقب اجتماعا حضره محافظ المصرف في الغرب الصديق الكبير ونائب المحافظ في الشرق مرعي مفتاح رحيل مع عدد من مدير الإدارة والمستشارين بالمصرف من ترابلس وبنغازي إجراءات التوحيد داخل المركزي انطلقت منذ العام الماضي عقب توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة ديلويت تمهيدا لطي صفحة الانقسام التي شهدها المصرف المركزي منذ 2014 والتي شطر على إثرها المركزي إلى فرعا في العاصمة ترابلس يحظى باعتراف دولي برئاسة الصديق الكبير وفرعا ثانا في مدينة البيضة بالشرق برئاسة علي الحبر قبل إقالته من قبل مجلس النواب الانقسام الذي عرقل تنفيذ سياسة نقضية واحدة وشهد خلاله الدينار انخفاضا في قيمته وأدى لحدوث أزمة سيولة مع تباين أسعار الصرف طويت صفحته وشهدت الخطوة ردود فعل رسمية مرحبة جاءت على لسان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الذي حث على استمرار الجهود لمعالجة الإشكالات المترتبة على الانقسام والذي اعتبر ما حصل محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء المؤسسة مع استمرار الالتزام بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والأفصاح من جانبه رحب المجلس الرئاسي بجهود التوحيد وأحث إدارة المصرف للعمل على نفس الوتيرة لمعالجة أثار الانقسام وأخذه كمثل يحتذى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة البعثة الأممية من جهتها أشادت بالخطوة وأعربت عن أملها في أن يساعد التوحيد في إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع مؤسسة البلد كما رحبت النقبة العامة للمصارف والتأمين والاستثمار بهذه الخطوة معبرة عن استعدادها لدعم القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد هذا واعتبر محلل الاقتصاد أن توحيد المركزي سيساهم في توحيد الانفاق وضبط العائدات النفطية وكبح جماح التضخم اشتركوا في القناة